في محاولة حكومية جديدة لامتصاص غضب الشارع الذي يعاني من ويلات الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة بمستويات قياسية بلغت 40% جاءت حكومة الكاظمي بحلول دعائية جديدة ففي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير العمل عادل الركابي أعلنت الحكومة على اللسان المتحدث باسمها أحمد مولا طلال عن إطلاقها موقعاً إلكترونياً للعاطلين عن العمل في ظل تفاقم عدد العاطلين الذين أكدت وزارة العمل وجود أكثر من عشرة آلاف يحملون شهادات عليا بينهم تم قبل قليل إطلاق مبادرة التوظيف في بادرة ومبادرة منها من أجل القضاء على سياسة التخبط التي اتخذتها الحكومات السابقة في سياسة التوظيف واعتمادها على المحسوبية وعلى أمور أخرى اعتراف صريح بتخبط الحكومات السابقة وانتهاجها سياسة المحسوبية إلا أن محاولات حكومة الكاظم الترقيعية والدعائية لم تغب عن أذهان الناشطين لا سيما وأنها تبدو استنساخاً لما قدمته حكومات سابقة لتهديئة الشارع الغاضب حينما أطلق رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي موقعاً إلكترونياً مشابهاً لكنه كان مخصصاً للترشح لشغل مناصب حكومية وهو ما أثار سخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعيداً عن العالم الافتراضي الذي تعيش فيه حكومات المنطقة الخطراء ما زالت ساحات وشوارع العراق تغص بالخريجين العاطلين عن العمل الذين تظاهرون احتجاجاً على عدم توفير التعيينات مطالبات مشروعة قابلتها الحكومة من الجهة الأخرى بردود تنوعت ما بين الوعود الوهمية والتسويف والتجاهل إلى اللجوء إلى خيار القمع والاعتقال والاستهداف أمام بوابات المنطقة الخطراء وفي ظل زحمة التكاهنات لا يبدو الغرق في تحليل مستقبل الحكومة حميداً لا سيماو أن الأزمة الاقتصادية تتفاقم وكل مبادرة تطلقها لتخدير الأزمة تبدو مشلولة أمام جيل عازم على التغيير